موسيقى باسم الاب والابن الروح الكدس اله الواحد امين اليوم العشرون من شهر بقونا المبارك رسالة ربنا لك النهاردة ان الله يريد ان يظهر لك ذاته الله يريد ان يعلن لك ارادته الله يريد ان يعلن لك قصده الله يريد ان يعلن لك مبادته الله يريد ان يعلن لك صرطه الله يريد انك انت تتمثل به وعلشان كده نحتاج ان احنا نفهم فيه علاقة ما بين ان الله يتجلى امامنا يعني يظهر لنا ذاته عشان نعرف الحقيقة ما بين الجبل وما بين الوادي عشان كده كتير من الاوقات لما بنتأمل ونشوف ازاي ان المسيح اخذ تلاميذه يعقوب وبطرس ويحنى وتلعب بيهم الى جبل طابور علشان هناك تجلى امامهم واظهر نفسه لهم وتجلى وجهه كالشمس وهنا نحتاج ان احنا نفهم انه ربنا لما بيعوز يظهر لك ذاته يحتاج منك ايضا مساحة روحية محتاج انك تكون في الروح زي ما كلم عبدو يحنى وقال له كنت في الروح في يوم الرب يعني كان هو حاضر بحكيانه في الرب كحان حاضر في المسيح علشان كده ربنا يظهر لك ذاته ربنا عايز يعلن لك وبالتالي انت محتاج انك تدي لنفسك فرصة انك تكون في الروح انك تكون عندك حياة روحية انك تكون عندك مساحة من الوقت من الصمت من الهدوء من الخلوة انك تكون في حالة روحية عشان ربنا يعلن لك ذاته يعلن لك الرب ذاته في داخل قلبك بيكلمك في داخل قلبك علشان كده لما يعلن لك ذاته هتمتلق بالكوة هتمتلق بالفكرة هتمتلق بالنعمة وبعدين تنزل بقى من هذا الجو الروحي علشان تنزل هتقابل ايه هتقابل مشكلات الحياة في الوادي اول ما نزل المسيح من الجبل طابور علشان في الوادي يلاقي كل المرضى والمحتاجين والمعوزين وكل اللي له شفاء واللي له طلب وهنا شفاهم كلهم وعشان كده ما بين الشفاء وما بين اصغار الزات ليك في داخل قلبك علشان ربنا يريد ان يشفي الامك الداخلية ويعينك علشان يقويك علشان انت ايضا تكون سبب بركة لاخرين اول ما تنزل كده من حالتك الروحية في خلوة روحية تلاقي انسان محتاج تقدر تعين تقدر تمسك بيديه وتقويه وتقدم له صورة روحية جميلة علشان يشفى ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة ولإلهنا كل المجد والكرامة الى الابد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر